اكتر امتى يعني امتى حيسمع ارتفاع السعرية انا متفق معاك شرية منك وحدة برقم موين هل انا هتحمل دلوقتي ارتفاع الاسعار ولا لا قطعا لا يعني وهو ده دور برضو المطور العقاري عموما سواء كان صناعي او عقاري انه هو بتحمل حقيقة القصة دي اه انا ببقى بايع لحرطك العقار بسعر محدد ما بقدرش ارجع عليك وقولك معلش الاسعار غلية فانا محتاج ازود عليك السعر اللي بيبقى تعاقد خلاص تعاقد لكن المقاول اللي شغال في الموقع بيرجع على المطور يقوله الاسعار غلية فالمطور يشيل وبعدين بقى يشيل يرفلكت الكلام ده في الاسعار الجديدة وما اقدرش يرفلكت بصورة صدمة امتى هذه الاسعار ستنعكس على سوق العقار هي اراد بدأت يبقى فيها تمهيدات او شركات كتير تبدأ تتحرك فيها لكن 100% من بداية من اول السنة طبعا هيبقى فيها تأثير في الاسعار لكن المطور ستيل بيحاول ان هو ياخدها بشكل تدريجي لو الـ overall cost عليه زاد بنسبة 40% ما يقدرش يحمل الـ 40% دي مرة واحدة متوسط الزيادة هتكون ادي ايه تاريخ لقومنا اول السنة نقدر نقول في العقار من 10-15% اتليست